بمبادرة من البنك الافريقي للتنمية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي جاء تنظيم هذه الورشة الخاصة بتدريب مسؤولية المشاريع والبرامج الممولة من قبل شركاء البلاد في التنمية حول نظام جمع وتحليل البيانات ومتابعة وتقييم المشاريع عن بؤد عبر تطبيق راسم ممثل البنك الافريقي للتنمية علي لمينزين قال ان هذا النظام يسمح بالتطبيق الفعلي للخطة الاستراتيجية عبر هذه المنصة المشتركة من عجل تعزيز الادارة الرشيدة والتسيير الامثل للمشاريع في مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية بالبلاد من جهتها المدير العام النائب لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي مادينجير ويمتا اشادت ببادرة البنك الافريقي للتنمية لاطلاق هذا النظام وذلك لمواكبة اصر التكنولوجيا الحديثة للاتصالات والمعلومات وتسهيل الاجراءات الفنية والادارية وطلبت من المشاركين الاستفادة من خبرات ومآرف المدربين لاكتساب خبرات ومهارات جديدة تمكنهم من التعامل مع هذا البرنامج الحديث اشتركوا في القناة